بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله ستكونوا بخير اليوم أجبت لكم الصفاة الطاجين الحلوء بمقادير مضبوطة بزاف اللي طلبوه مني إن شاء الله ما نكونش أغطاء يعني ما زالوا رمضان إن شاء الله وإن شاء الله تسيوا بهذا الطريقة والأفكار اللي رح نمد لكم وإن شاء الله تنجحوا فيه نبدأ والعوستات مع بعض الحاجة اللولانية نجيبوه هنا يا قدران نحط فيها مغير فا كبيرة تعمار قارين وريت لكم تعالى بال زد عود قرفة مع تقريبا تلت مغارف كبار السكر ونزيد لهم زوج مغارف حتى ثلاثة تعمى زهر وكاس ماء هادو هكا المقادير مضبوطة نحطوهم فوق نار هادئة نبدأوا نحركوا حتى الدوب هديك الزبدة ويغلي شوية هادك الماء مع السكر ونزيدو هنا يا زد ريتلا ونص تع الماء ونزيدو للنار وخلوه يغلي مليح هادك الماء كي يبدأ يغلي ونزيدو السكر هنا عندي كيلة تصكر الكيلة اللي نستعمل فيها هنا هي بولتا الشربة الكبير كامل هاد المقادير اللي ننذير فيهم مقادير مزاف كبار هاد لقونتيتي اللي طيبتها جوزلنا شهر رمضان كامل ذنك انتو ما كتحبو تديرو قدرة صغيرة بيرسير نقصوا كامل المقادير بلوتو الكيلة ذنك هنا ينخلو القدرة ديالنا تغلي لنا رهادي اخلوها تغلي حتى تنشف لكم النص تقريبا ونجوزوا هنايا للفواكه الجافة لفي خويساك هنايا عندي مشماش وزبيب كيلة كيلة من كل حاجة فيهم الكيلة هي نفسها استعملتها للسكر وهاد الكيلة رفدتلي نصف كيلو مشماش نصف كيلو زبيب و نصف كيلو عينة نحطوهم يفوروا هنا ينفور المشماش مع زبيب وحدهم و الآن نفورها وحدها الآن ما تشدش وقت كبير كيما المشماش باقران تخل المشماش فورو بيا ما تخلوهش يابس هكذا و بعد هنا هايلك القدرة ديالنا نرجع لها شوفوا كيفاش سيغو تاعنا بدا يعقد كي ترفضوا هكذا بالمغير فهو توشيوه بيديكم تحسوه باللي تقيل ويقدر مام يدير لكم هكذا خيط ولا انبول صغيرة دونك هالي المبتدئات برك على كل حال هنا هاد المرحلة شحال تخلو شحال يأقد لكم هاد اللاصص ديالكم هي على حساب انتو ما تحبوها تجيكم عقدة ولا ميها دونك إلا حبيتوها عقدة خلوه يعقد كتر إلا حبيتوها ميها ما تجلوش يعقد فوق اللازم ونحطوا ليف خويساك ديالنا نحطوهم بين ثلاثة ونخلوهم يغلو مليح حتى تحسوهم طابو يولو طريين ويولوك شغل متجانسة هادك الغسيرو مع هادك ليف خويساك هناك إضافة اللي تكون عندها منسور زد كمية عشباح الصفراء برون شباح الصفراء لغس التحياني معروفة ما نديرها لكم إن شاء الله فلاشان معالي زاستيوس باش تنتحو فيها هناك ملاحظة كي تحطو شباح الصفراء غير تزيد تبدأ القدرة ديالكم تغلي تطفو عليها باش هكذا ما تتحللكمش وما تدوبش كامل في القدرة ديالكم وما تلقاوهاش وهنايا السر اللي يعطيكم النكهة خاصة الطاجين اللي حلو ديالكم قولوا لي أسكو تعرفوه ولا لا لا هو لزيست تتجينو هناك حطيت لزيست تقريبا تعزوج أحبات جينو يمدلكم نكهة بزاف هيلة وغير تحطوه لزيست تطفو النار هدي هي وتكون وجدة هنايا عندي تاني لوز بلاقشور فعلان نحطوه في مقلة نحمصوه مع شوية زبدة يجيب الزاف ابنين كتحمصوها كده في المقلة خير من اللي فوق مع هديك شوية تعزبدة سينو تقدر تحمصوه في الفوق وني زبدة نيوالو ملاحظة اللوز تاعكم خلوه يبرد تماما باش تحطوه في القدرة ديالكم باش يقعد مقرمش وما يطهاش وتاني زت حفنة تاع الجوز يعني هدو كامل إضافة تبرك على جلا ديكوهاسيون ومع الخركي تكون توجوغ للقدرة راهي النرطافية زت لها تقريبا زوج تتلت مغارف كبار تاع ما زهر هدي هي دونك تكون شباح صفراء ولا تاجين اللي حلو ديالي واجد ان شاء الله هيكون استفتو منو يعني انا هاد الفيديو درتها في البخومي جوغ تاع هندان هدا وين قدرت ندير لها المونتاج دونك كيما قد كم لسيرو انتو ما تتحكموا في كيفاش يكون عاقد ولا لا لا ننصحكم نديرو بليزا ستوس لي مدي تلكم سورتو تاع لزا هدو دورانج يبدل لكم كامل الدوق على تعجين لحلول يموال في الدوق والمنظر يجيب بزاف هايل هكذا في الطبس كيبان نتلقى في الفيديو الجاية ان شاء الله